اختتم وفد الشعبة البرلمانية اختتم وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اختتم مشاركته في أعمال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان التعاون من أجل مستقبل مشترك الذي عقد في مدينة مراكش المغربية وقد توجهت نقاشات المؤتمر إلى محورين أساسيين هما سيادة القانون والسلام والشمول حيث ركز أعضاء الوفد من خلال إطروحاتهم ومداخلاتهم على إبراز جهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في نشر ثقافة السلام عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوار بين الأديان وبيّن أعضاء وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن النموذج البحريني يجسد المبادئ التي دعا إليها المؤتمر ومنها صون القانون للحريات الدينية كما أكدوا أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تول اهتماما بالغا بدعم وتعزيز ثقافة التعايش من خلال التحديث المستمر للمنظومة التشريعية التي تحفظ الحريات وقد اختتم المؤتمر أو اختتم بإجماعا من المشاركين على ضرورة تعزيز الشراكة بين الزعماء الدينيين والمؤسسات التشريعية لحماية التنوع الديني والثقافي والعرقي ودعم قيم السلام والتعايش والأخوة الإنسانية كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتعاون البناء بين المؤسسات التشريعية الوطنية والقادة الدينيين بغية ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ونبذ التعصب والانغلاق بكل أشكاله لخلق مجتمعات وطنية متضامنة تستند إلى التعايش والاعتدال والاحترام المتبادل